أشهدت معالي السيدة فوزية بن عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب بما تضمنته كلمة مملكة البحرين التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤكدة معاليها أن كلمة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه هي رسالة مملكة البحرين الحضارية للعالم أجمع عبر تأكيد العمل الإنساني الجماعي في مواجهة تحديات جائحة كورونا وعبر تأكيد قيم ومبادئ وثقافة الانفتاح والتعايش بين الشعوب والخطوة التاريخية في التوقيع عن إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وعبر تجديد تأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مشيرة معاليها إلى أن الرؤية السديدة والدعوة الحكيمة من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه هي رؤية ثاقبة تستوجب توحيد الجهود والتعاون والتكامل من أجل خير وصالح الجميع في المنطقة وأضفت معاليها أن المجلس النيابي تؤكد دعمها التام لكل ما تضمنته كلمة جلالة الملك المفدى في تكريس التعاون الدولي والمحافظة على السلام العالمي وحماية حقوق الإنسان وتحقيق أعلى مستويات التنمية للجميع ترجمة نانسي قنقر